السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أترشف التركي الشهير بوراك مخاوف محبيه عبر العالم وذلك بعدما أطل عليهم من داخل المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستغرامي وظهر بوراك الذي خسر مؤخرا لكثير من وزنه وهو يرتدي اللباس الخاص بالمستشفى مبرزا عبر التعليق الذي أرفقته هذه الصورة أنه بسدد إجراء مجموعة من الفحصات وذلك بدون أن يكشف المزيد من التفاصيل من جهة أخرى احتفل الشيف بوراك يوم أمس ببلغها عدد متبعي عبر الإنستغرام ب34 مليون متتبع ويدكر أن الشيف بوراك اشتهر أيضا بأعماله الخيرية التي قام بها في المسجد الأقصى خرار شهر رمضان المنصرم وتنددج في إطار برنامج للهل الأحمر التركي في رمضان لتوزيع وجبات إفطار على العائلات ومن جهة أخرى وعبر صفحات في الفيسبوك وجدنا هناك تعليقات حيث يقولون دعاء للشيف بوراك بالشفاء ويقولون أنه كان في غرفة العمليات لإجراء استئصال ورم سلطاني خبيت عفاكم الله وعفنا وعفا أحبتنا جميعا إن شاء الله كما قيل في التعليق كنا لا نراه إلا مبتسن ومشفون لشن ويفعل الخير واليوم فقد الكثير من وزنه واختفت الابتسامة وضعت وسط الآلام أصعب شيء يمر به الإنسان أن يلقى صحة وآخر الفيديو حطيت لكم هذا التعليق اللي لقيته عبر صفحات الفيسبوك والله أعلم إذا كان مريض بالسلطان أو شيء أخر هو في الصراحة لم قلت شي حاجة وربي يشفيه على كل حال وأنهي الفيديو التاعي بهذا الدعاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد المسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بالمثل رواه مسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته ولهم يشفيه بشفائك العاشل ترجمة نانسي قنقر